الإعلامي الرياضي والصحفي عبد الرؤوف الجيلاني عبد الرؤوف صباح الخير صباح النور سيد أحمد ولكل المتتبعين ومشاهدين تلفزيون المسار دائما على تردد 11.3.7 إن شاء الله أهلا وسهلا بك وفي جوبتك بكل تأكيد العديد من الأخبار الرياضية على الصعيدين المحلي والعالمي أترك لك المجال لسردها وقرأتها طبعا بداية اليوم المنتخب الوطني ينهي آخر استعداداته وتحضيراته لمواجهة نظيره المنتخب المستضيف منتخب غينيا الاستوائي ضمن منافسات جولة ثانية من تصويات كأس الأمام الأفريقية الكودفوار الفين ثلاثة عشر كيف من نعرف أن المنتخب الوطني يسعى خلال المباراة اليوم لتحقيق مباراة الغد لتحقيق الفوز أو النقطة إيجابية يعود بها ويكون في وضعية جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني في المجموعة العاشرة صحبة المنتخب تونس وأيضا بوتسوانا طبعا اليوم ستكون في مواجهة تماما الساعة الثالثة بين المنتخب بوتسوانا ومنتخب تونس أكيد سنشاهد للمنتخبين كيف من نعرف بوتسوانا أنه متعثر أمام المنتخب الوطني بهذا بدون مقابل منتخب تونسي بالصدارة بثلاث نقاط بأربعة أهداف على منتخب غينيا استوائية فهنا حيبان بالنسبة لمعالم ربما المجموعة العاشرة بالنسبة للمنتخب التونسي إذا تفوق في هذه المباراة فإنه حيحصل على النقطة السادسة وبالتالي يواصل صداراته بالنسبة للمجموعة العاشرة طبعا المنتخب الوطني يواصل اليوم الجمعة الماضي بالنسبة للمنتخب خاضوا جميع اللاعبين تدريبات بالنسبة للحصة التدريبية الأخيرة اللي كانت أمس قبل الأخيرة يوم السابت طبعا بقيادة مدرب مارتينيز وأيضا بالنسبة للتحاق كل اللاعبين طبعا بعد الظروف اللي حادثت مع اللاعب سونسي الهادي طر المدرب مارتينيز للاستدعاء بالنسبة لللاعب فضل السلامة وإلى رحل السلام روما لكن تم ربما تعادر الأخير بالنسبة لللاعب لظروف خاصة بالنسبة لسلام روما والتحاق فضل السلامة بالتالي سيكون جاهز في هذه المواجهة طبعا تمانية كل التوفيق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالنسبة لهذه المباراة طبعا سيد أحمد طبعا مباريات الدرجة الأولى موضوع آخر وهو عن مباريات الدرجة الأولى شفنا أمس صحوة لفريق المروج أمام الفريق السقور وهو في دوري الصعود بالنسبة لتصوية الصعود دوري درجة الأولى لنتلقى نادي السقور أول خسارة أمس وأيضا حتى المتصدرين أمس خسارة المتصدرين بالنسبة للمجموعة الأولى ومجموعة الثانية السقور وأيضا الرفيق طبعا خسارة السقور كانت تمام نادي المروج بهدفين دون أو مقابل هدف طبعا البرانس أمس تفوق بهدف دون مقابل على شرارة بالتالي يصبح في صدارة الترتيب المجموعة الثانية بسبع نقاط ومن ثم السقور بست نقاط الأمس طبعا الخسارة بالنسبة لفريق الرفيق كانت على يد نادي الظهرة بهدف دون مقابل بعد ثلاث انتصارات كيف من أعرف أنه هو هذا السقور أول هدفين أمس كانت طبعا في داخل مرمى في تصفيات لحافظ عريب في جولتين وبالتالي أول هدفين بالنسبة لفريق أو داخل على فريق السقور بالنسبة للفريق السقور أيضا هذا ما صار مع فريق الرفيق حتى هو استقبل هدفين من الظهرة وهتزت شباك المرة الأولى طبعا بالتالي فريق السقور لكن الفريق ما زال متصدر بالنسبة للمجموعة الثانية برسيثة نقاط والسقور تراجع بالنسبة للصدارة في المجموعة بست نقاط في المركز الثاني طبعا أمس باقي النتائج فتعادل بنغازي الجديدة مع فريق الوفاق بهدف مقابل هدف هذه أبرز نتائج بالنسبة لمباراية أمس تصوية دوري الصعود طبعا أمس ربما تغيرت بعض الملامح بالنسبة للتصوية الصعود بالنسبة لمجموعة الأولى ومجموعة الثانية وبالتالي ربما سنشاهد منافسة أكثر بالنسبة في الأيام القادمة للفرق المقدمة سواء في المجموعة الأولى هو الرفيق وأيضا شفنا حتى الظهرة أمس يعني عاد من جديد وأيضا مستقبل فريق المستقبل وبالتالي ستكون المجموعة الأولى يعني فيها تنافس شديد وحتى المجموعة الثانية طبعا كيف نشاهد فريق الصقور وفريق المروج عاد أمس بعد ما كان مستبعد من أنه يكون في المنافسة أمس عاد من جديد بعد فوز على المتصدر وأيضا حتى البرانس داخل هذه المنافسة بشكل كبير وهو الآن في صدار الترتيب بالنسبة للدوري درجة الأولى لكرت القدم خلينا نطلع من كرة القدم شوية نمشو للقوى البدنية كيف منها في المنتخب الوطني اللي عندها بطولة أفريقيا اللي هيشارك بطولة العالم عفوا المحترفين كبار 2022 وطبعا حتكون في جنوب أفريقيا المنتخب الوطني أمس بعد رحلة شاقة طويلة وصل إلى جنوب أفريقيا المشاركة في بطولة العالم المحترفين كبار 2022 المنتخب الوطني يبحث تحت قيدة المدرب الوطني طارق مخلوف ومساعدة أشرف فلاحة تحقيق نتائج إيجابية طبعا كيف منها في المنتخب الوطني في السابق يعني قدم مستويات أكثر من رائعة شفنا خدها ميداليات ذهبية وصدارة بالنسبة لبطولة بطولة أفريقيا اللي كانت في المغرب ربما في 2017 أو 2018 بالنسبة للمنتخب الوطني منتخب الوطني ربما في هذه البطولة سيكون معقود عليه الأمال للضفر بالميداليات وأيضا الضفر بمركز مهمة ومتقدمة لسيما نهوه وحيواجه أبطال عالميين في هذه البطولة دول أوروبية ودول عالمية ستشارك لكن المنتخب الوطني أكيد للقوة البدنية حيكون في المعد طبعا بالنسبة للمنتخب الوطني حيكون من خمسة خمسة رياضيين يمثلون منتخب الوطني هم عدنان طلوبة وخليفة الحاسي والسني فنير وعبدالله هاجر واسلام مروس البطولة هذه تشهد ربما مشاركة خمسة وستين دولة من أنحاء العالم حيكونوا بالنسبة لهذه البطولة هذه بالنسبة لبطولة البطولة العالم للقوة البدنية طبعا نمش لكرة اليد وآخر نتائج الدور الليبي لكرة اليد لكن قبل كرة اليد خلينا نمشي المباراة الفاصلة اللي كانت أمس بين المروج والشباب على ملعب أو مجمع سليمان دارات كانت مباراة الفاصلة اللي هي تحديد الفريق السابع اللي حيكون في دور التتويج اللي حينطلق شاء الله يوم الاثنين تفوق فريق في أي رياضة في كرة السلة طبعا أمس كانت دور فاصل بالنسبة لدور التتويج لكرة السلة تفوق فريق المروج على فريق على فريق شباب بـ 62 مقام بـ 64 وبالتالي سيكون أحد الفرق بالنسبة للدور التتويج طبعا حيكون الأمس شهادت جانب من استعدادات فريق الأهل طرابلس في مجمع سليمان دارات طبعا الفرق السابعة طبعا على هبة للسداد لهذه البطولة أو بطولة التتويج بالنسبة لدور كرة السلة طبعا شفنا الحركة المستمرة بالنسبة للأنديا للأيام الماضية وهي التعاقد مع محترفين أجانب طبعا بالأخص مع الكرة السلة الأمريكية المعروفة هي رقم واحد في العالم بالنسبة للأم بيئي الأمريكية وبالتالي سيكون الفرق السابع بالنسبة لدور التتويج الأهل بنغازي والنصر وأيضا الهلال والمروج والمدينة والاتحاد والأهل طرابلس بالنسبة لدور التتويج لكرة السلة ماذا عن آخر أخبار الدور السوداسي دور السوداسي يعني تعمت أن ما حكيت شاريه أستاذ أحمد لأنه لم يكن إلى الآن أي شيء بالنسبة لدور السوداسي كيف ما نعرف أن اتحاد الكرة الآن أو اتحاد الكرة الليبي منشغل بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لهذه الأيام أيام ربما الفيفا دي وأيضا الالتزامات للمنتخبات وبالتالي يعني مفترض أن لجنة المصابقات عفوا لجنة المصابقات وأيضا حتى بالنسبة للاتحاد الكرة أقل شيء أعلان مكان يعني بالنسبة اللي حيقام في الدور السوداسي إلى الآن عفوا بالنسبة للدور السوداسي لم يتم اعتماد أو مكان أو لوائح أو التوقيت الزمني اللي حيتم فيه الدور السوداسي اللجنة السابقات عطت ربما رئيس لجنة السابقات في لقاءات أعلامية سابقة أنه عطى موعد مبدئي لهو يوم 28 6 لكن هل هل سيكون في الموعد أم سنرى موعد آخر بالنسبة للجنة السابقات لم تتأكدوا بعدين مقطعية الموعد لم يتم تأكيد هو موعد مبدئي بس من سيد رئيس اللجنة السابقات سيد هذا الأوج اللي أعلن عنه مبدئيا هو ربما سيكون يعني هيكون متغير في أي وقت كيف ما نعرف أنه يوم 23 هو آخر مباريات بالنسبة للجولة التاسعة بالنسبة للمجموعة الثانية طبعا في تصريحات أنه قال إذا تضحت المعالم بالنسبة الفرق المتآهلة للمجموعة الثانية في المرحلة اللي قبل الأخيرة ربما اللي حتكون يوم 20 هي الثامنة فبالتالي سيكون القرعة يوم 21 أو 22 لكن بدون يعني يعني الإعلان عن المكان وأيضا الموعد بالنسبة للدوري السوداسي أكيد يعني إلى الآن يعني شنو ترجيحاتك يعني من خلال المشهد اللي قدامك هل سيكون يوم 28 بالفعل هو اليوم اللي يحدد فيه موعد إجراء هذه المباريات موعد الدور السوداسي أو المعلومات اللي عندك طبعا هو مبدئيا موعد مبدئي لكن تعودنا امتحاد الكرس سيد أحمد على التأجيل بالنسبة لانطلاق البطولة الدور الليبي بالنسبة لانطلاق البطولات كل مرة تاريخ معين كل مرة تاريخ معين فالدوري السوداسي أصبحنا لنستغرب أنه حيتم ربما تأخيره بالنسبة لموعد جديد للاستأناف اللاعب بالنسبة أو بدأ اللاعب بالنسبة للدوري السوداسي ربما المشكلة في المكان المحدد اللي حيقام عليه الدوري السوداسي المناخ يبقى تقم تحكيم ويبقى الفار يبقى مناخ جيد يكون خاص بالدوري السوداسي وأنه يتم اللاعب عليه بشكل جيد وهذا أكيد مطلوب نحن نتمنى أن نشاهد مستوى جيد للدوري السوداسي تنظيم جيد بالنسبة للدوري السوداسي مش يقام بأفضل بأفضل شكل ونشوفه حتى تآهل بالنسبة الفرق الأربعة البطولات الأفريقية يكون ملائم وشكل جيد في البطولات الأفريقية وعالميا عالميا طبعا أمس كانت في مباريات في الدوري الأمم الأوروبية وشفنا حتى بالنسبة لتصفيات أمم أفريقيا باقي المجموعات طبعا أمس شفنا جزائر هدف بلايلي العجيب بالنسبة للمنتخب الجزائري تفاوق على المنتخب غندا في ملعب خمسة جويلية بهدفين دون مقابل وبالتالي يفتتح مشواره بشكل جيد منتخب جزائري بثلاث نقاط وفوز وصدارة بالنسبة لمجموعته أيضا اليوم كيفما قلت أن منتخب تونس حيقابل في نفس المجموعة المتخبنا منتخب بوتسوانا خارج ملعبه الوضوح أكثر عن المعالم المجموعة ربما فوز تونس حيكون يعني ساعد منتخب الوطني أكثر في الموقفة أو موقع بالنسبة المجموعة العاشرة من تصويات أمم أفريقيا المنتخب أمس السينيغالي تمكن بقيادة ساديو من الفوز على المنتخب بنيني في سينيغال بها ثلاثة هدف مقابل هدف هذه أبرز نتائج بالنسبة المسجلة الآن من تصويات أمم أفريقيا هذه بالنسبة للمباريات المسجلة طبعا مباريات بقي المباريات بالنسبة تصويات الأفريقية اللي حتقام اليوم أفريقيا الوسطى مع غانا ومدغشقر مع أنجولا وإيضا حتى في مباراة أخرى اللي هي الأبرز مصر وغينيا اللي حتقام على أستاذ القاهرة هذه من أبرز مباريات اليوم طبعا في الدور الأمم الأوروبية مش شفنا في مجموعة الأولى المنتخب الإيطالي يعني خرج بتعالو ثمين أمام المنتخب الألماني بهدف لمثله وأيضا أمس كانت في خسارة مفاجئة لإنجلترا أمام المنتخب المجري بهدف دون مقابل وهي أيضا ضمن المجموعة الأولى من الدور الأمم الأوروبي طبعا في مواد آخر أستاذ أحمد اليوم نحب النوع عليه وهو المباراة الويلز وأيضا أوكرانيا هذه طبعا كيف ما نعرفه هتكون الملحق الأوروبي لكأس العالم الفرق اللي ما زال ما تأهلتش بالنسبة كبيرة لكأس العالم اليوم هتطلح أحد معالم بالنسبة المجموعات للملحق الأوروبي اللي حيكون متواجد فيها سواء المنتخب الأوكراني أو الويلزي طبعا كيف ما نعرفه وحدث ما اللي صارت الأوكرانيا أخرت من اللاعب وأيضا من إجراء هذه المباراة طبعا كيف ما نشفنا المنتخب الأوكراني تغلب على سكتلندا بهذا بدون مقابل المباراة الماضية واليوم سيكون في مهمة ربما مصيرية منتخب الأوكراني حتى الويلزي على تمام السادسة مساء إن شاء الله بالنسبة للمنتخب حفواني النتيجة كانت ثلاثة واحد بالنسبة للمنتخب الويلزي منتخب الأوكراني أمام المنتخب السكتلندي وبالتالي ستكون المباراة اليوم بالنسبة لكاردف سيتي في ستاديوم ستكون في العاصمة الويلزية كاردف بالنسبة للمنتخب الويلزي والمنتخب الأوكراني بقية حكم أنطنيو موغيل ماتيو لاموز بالنسبة للحكم السباني التي يقود هذه المباراة في ويلز هذه بالنسبة لأبرز المباراة طبعا أخيرا اليوم سيكون معد مع نهاية تنس عالمي طبعا كيف من نارف ملك الملعب الترابية رفايل ندال سيكون في مباراة قوية هيكون في نهاية مفتوح بالنسبة لرفايل ندال هذه ربما البطولة رقم 15 بالنسبة للعب رفايل ندال بالنسبة لنهاية رولانجاروس على كاسبر رود اللي حتكون على تمام الساعة ثالثة مساء رفايل ندال الأكيد الملك الترابية طبعا أكيد توج الأكثر توج بهذه البطولة على سعيد رولانجاروس بطولة فرنسا المفتوحة التي تعتبر من أكبر أربع بطولات العالمية شكرا لك زمين صحف الرياضي عبد رعوف الجيلاني على هذه الأخبار وعلى وجودها معنا في الستوديو شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر